كاملين مع حضراتكم كاتريدا عبدالعيل كاتريدا يعني هارجع للأهلي ثم هنتكلم على المنتخب مصري يعني الأهلي ومباراة أمام الجونة الحقيقة هي مباراة يمكن معرفش الكولر أكيد عايز ينساها لأنها كانت مباراة ممكن ما تكونش بالأداء الجميل بالنسبة للأهلي ولا النتيجة حتى طيب طيب قبل ما تتكلم أولولة عدل مطش ده أنت كنت أو أي حد هيقولي الكلام ده لأنه هو المستوى من ساعة مطش اتحاد العاصمة أصدق من البداية الموسم يعني في تزبزب وما فيش مطش الآلي عمله حلو جدا حتى أنا بقولك المصري اللي هو كسب فيه أربعة كان بيكسب بإمكانيات العيبة مش الكرة اللي انت متعود عليها حتى لو هو ما بيقولش حاجة بس كان فيه العيبة بتوقع تسيطر كمان تعال لك منافس فتح فتح الجيم معاك وانت ما ينفعش يعني قدام الآلي حد يفتح الجيم الحقيقة مين اللي هو المنافس المصري هذا هناك في مطش المصري ماشي لا أنا بكلمك بقى دلوقتي على الجونة انت دلوقتي يعني هتلعب الجونة الجونة هتلعب ايه وتحديدا مع كابتن علاء عبارة هو متمكن جدا في طريقة اللعب اللي هو أي حد هتلعب الجونة بيبقى عارف ان الكابتن علاء هيعمل ايه و هيبقى عنده الحتة الدفاعية اكتر من الحتة الوجومية بقى بالك كمان بيلعب النادي الاهلي بقى انت مفروض تمرا لعبتك على كده حتى في تغييراتك كمان يعني انت نزلت اتنين بيلعبوا ناحية الراه كريم فؤاد و برسي تاو حصل وامت جايه في الوقت ده تلقبطه وامت جايه مطلع حسين الشحال حسين ده مش ممكن يجيب لك جونة ديها الأخيرة في الوقت الضاية زي ما كان بيحصل طب ليه انت متشدش حد من نص الملعب وانت شايف ان الفرقة ما بتعديش نص الملعب خلي رامي ربيعة والوارا ويصر إبراهيم واخد بلد وانت كسف الحتة لجومية في واحد الطرد ما تدخلش ليه وما صفاتش القالب الطرد الحقيقة ما حستش ان الامور عشان هو ما عدلش طريقة اللعبة يا فهو انت دلوقتي واحد الطرد بيبقى قالب فيك ورا لازم ألعب باتنين رسط حرب على طول في الحالة دي لازم واحد من نص الملعب او من على الاطراف هيخش الجوة يبقى كده فضلك ايه نص الملعب فانت تسيطر وانت في الوقت ده محتاج أفشة ومحتاج واحد زي طاهر يلعب جنب بيرس بمودست واخد بلد لو انت كسفت الهجوم من الحتة دي تنرسط حربة واحد ناحية الرايت اللي هو بيرس تاو والناحية اللي يفتح حسين الشحات ودفيندرلوة ديانج وقدمه افشة وعندك الباكليفت والباكريت والله تكسب المطش مست ريح انا هو ما عملش كده هو ما عملش كده فعشان كده يعني بصراحة من مطش المقولين ولازم تحط ايدك على قلبك من مطش سيراميكا كلوباترا لازم تحط ايدك على قلبك هتقولي المقولين هقولك لا هيواجه صعبات الالف دوري ابطال لو مش على كده طبط المجموعات لو مش على كده وبالتأليف كده يعني لو فدل يقلف كده المستوى هيبقى وخلي بالك كل ما انت ماشي هتوقع يعني دلوقتي انت وقعت حسين الشحات وقبليه كان احمد عم قادر ودلوقتي انت بتوقع افشة تاني بعد ما بدأ يقوم يوقف هو من اللي جايب للمطش اللي فات الجن المكسل سيراميكا يعني قلب فيك وره زي ما انت خليت طهر محمد طهر يلعب الثلاث مطشات عشان جاب جن فباتش ما قولين ما تدي افشة ما هداله كبتن في البداية حبيبي ما غيروش اه ما غيروش انا ما غيروش لان انا مش ضامن انا افشة تدعم النتيجة كام واحد واحد ماخد مالك سيبه يعمل لك جون يجيب جون انت محتاج حد زي انا افشة خلاص مش هقول انا مش طلع انا مش هطلع تاني والحوارات دي خلاص الرجل اللي قالك افشة انا اعترض قبل كده على الخروج خلاص الرجل عارف غلطته ماشي ما اعترض بس يعني انا سيبك من هو اعترض او ما اعترض الملعب محتاجه ولا لا كان محتاجه بس يعني راجل فرق معايا فانا مفروض ان انا ادينه بيعرف ايجي الجون بيعرف اعمل الجون فانت عايز النوعية دي واخد بالك بس فانا يعني مش المطش دال للاهلي بس هو عشان كان بيكسب كان كله بيدارق كله بيستخب اه كسب المقاولين خلاص لا فيه اخطاء في المطش المقاولين كسب سيراميكا كله بطرة فيه اخطاء في مطش سيراميكا طب سؤالة كابتر انه هسألهلك وبعد كده هاخد منك التقيمات هل كله هو بيعمل الروتيشن دلوقتي لسه بدري اوى على مرحلة الروتيشن اه طبعا لسه بدري اه انت حنف اول الموسم يا اه 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 ما قالب فيكور انا دلوقتي مثلا لعبت المطشب بتاعت الدوري بالتشكيلة دي مغيرش فيها لغاية ما اللعيبة لانك انت لسه اللعيبة ما وصلتش للتوب فورم لسه ما وصلتش مية في المية عشان ان انا اعمل الروتيشن اخد بالك واللي هو بيعملها عشان انا اخد اكتر وقت اللعبتي اللي هي مفروض اساسية او اللي انا بعتمد عليها تكون مستريحة وطيف مطشات المهمة تبقى مستريحة فتلعب تصدق بالله اه لا اله لله وربنا ما يعرف الكلام دي انت بتقوله ده هو بيعمل بالبركة ما لو مش بالبركة كريم ندفيد اللي انت موضته ده اه صلاح محسن اللي انت موضته ده هل ده روتيشن ولا انت عايز توقع ناس بعينها الديبيس ده اللي هو الباكليفت كريم ديبيس الالف في كورة هو اللي يلعب ولا خالي دعب فتاح اللي بيلعب باك رايت واخد بالك طب يا راجل انت عايز تريح هات كوكا هنا لان كوكا بيلعب برجله الشمال يعني عايز تريح بقى او تجرب هو ولا كوكا تلعب الرجل صاحب العدلة بالزبط اللي بيلعب برجله الشمال وخلي بالك في اخر الماتش جي كام كورنر كده للنادي الالي اللي كان بيرفحهم كوكا كان فيها خطورة مع المعلم بقى موديست لو كان عنده الرشاق لازم يخطف واحدة من دي بدليل ان الكورنر